لأجل مشاركة إيجابية لحزب الحركة الوطنة للإنقاذ MPS باعتباره أكبر حزب قيادين في تشاد في الحوار الوطني الشامي والمصالحة الوطنية بهدف رسم خريطة سياسية جديدة لبلادنا تشاد فإن الحزب ونظرا لأهمية ذلك المؤتمر المرتقب الذي سيناقش مختلف المواضيع الوطنية الحساسة التي ستسهم في وضع أسس المساوة والعدالة والأخوة والتضام والوحيدة الوطنية فقد أقدم الحزب على إنشاء لشنة تحضيرية لها لتشارك في ذلك المؤتمر وعليه فقد جاء تنصيب أعضاء هذه اللشنة رسميا من قبلها الأمين العام للحركة الدكتور هارون كابادي والتي تضم 20 لشنة فرعية في خطابه الدكتور هارون كابادي بمواسبة تنصيب أعضاء هذه اللشنة أوضها بأن هؤلاء الأعضاء الذين يمثلون الحركة الوطنية للإنقاذ MPS في الحوار الوطني قال إن مشاركة الحركة يجب أن تكون مشاركة فعالة في اتخاذها القرارات الوطنية التي ستسهم في تعسيز ظروف ملائمة لمصالحة وطنية حقيقية لشميع أبناء تشاد ذكورا وإناثا الدكتور دافيد أودينغر رئيس هذه اللشنة أكد في كلمته بأن اللشنة ونظر لأهمية مناقشة مستقبل البلاد ستعمل على قدم وساق خلال مدة الثلاثين يوما التي حددت لها بهدف رفع تقرير نهائي للأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ MPS موسيقى موسيقى موسيقى